السلام عليكم قبل ما نتكلم عن الفيديو النهاردة أحابب أخذ دقيقة بس نتكلم فيه عن اللي بيحصل في غزة الموضوع مش محتاجة تكلم فيه خالص عشان مفيش حد تقريباً ما نتكلمش عليه ومفيش حد مش متابع الوضع هناك ومش عارف تفاصيله وطبعاً أكيد ده مؤثر علينا كلنا عشان كل واحد فينا شايف نفسه ووقف في مكانه عاجز عن إنه يعمل أي حاجة توقف اللي بيحصل ده للأسف إحنا عاجزين فعلاً إننا نمنع اللي بيحصل ده بس في قدينا نساعد بحاجات ممكن تكون بسيطة قوي بس لما كلنا نعملها أكيد هتفرق كتير أول حاجة طبعاً وهي الدعاء الدعاء الكتير إن ربنا يفك الغمة دي وإن فرجه يقرب تاني حاجة الكلام على كل وصال التواصل الاجتماعي عشان كله يبقى عارف الحقيقة والناس تشجع بعضها عشان تدعم القضية بجد ناس كتيرة جداً مش وصل لها الصورة الحقيقية بره وده مخليهم مدين موقف سلبي من اللي بيحصل وثالث حاجة إننا نتبرع نتبرع باللي نقدر عليه طبعاً الفلوس مش هي اللي هتحل المشكلة بس أكيد هتنقذوا الناس من جوع ومرض بتمن واجبة حلوة بتجيبوها من برا ممكن تتبرعوا بيه وتاكلوا حاجة عادية جداً من البيت أكيد هتكون أحلى وأحسن مليون مرة من الواجبة الجهزة الأماكن كتير وأكيد مش عارفين مين الأكثر ثقة فيهم بس هيك في النية فيه تبرعات طبية زي مؤسسة مرسال والهلال الأحمر وفيه تبرعات بالأكل زي بنك الطعام المصري وغيرهم طبعاً كتير تقدروا تتبرعوا بأي حاجة أياً كانت قليلة أو كتيرة هي أكيد هتساعد وأنا هسيب لكم لينكات التبرع تحت واللي يعرف مكان موصوك فيه برضو يكتبوا في الكومنتات وربنا يفك الغمة دي علينا قريب إن شاء الله يلا نبدأ بالوصفة هعمل النهاردة الكبدة بالردة أو الكبدة البنية ناس كتيرة بتحبها قوي لها مزاج مختلف في الأكل بس التالة إنها تجيبها من برا عشان مش ضمين الكبدة ولا لضافتها أو طريقة التسوية أو الزيت اللي هما بيستخدموا فيه وطبعاً بقى زيادة على كده دلوقتي المغالف الأسعار في كل حاجة فهعملها معاكم النهاردة نسخة من الجهزة بالزبط مفيش أي فرق إنهائي سعرها حلو جداً لوجبة غدا وسهلة جداً مش محتاجة أي تجهزات هجيب أول حاجة لكبدة طبعاً تكلفة الوجبة كلها بيعتمد على سعر الكبدة في البلدي وفي المستورد اللي تقريباً كل المحلات بتشتغل به وعلى عكس المعروف لأ هو فيه أنواع مستوردة بتبقى كويسة فعلاً وما بيبقاش فيها أي زفارة زي اللي أنا مستخدمها هنا دي والكيلو كان بـ 80 جنيه بس ففرق التلات أضعاف من السعر بتاع الكبدة البلدي طبعاً إنتوا لو حابين ممكن تجيبوها من السعر المقطات الكبيرة ولو مش حابين تستخدموا المستورد ممكن تستخدموا البلدي عادي طبعاً المهم سهلوا على نفسكم وإنتوا بتجيبوها وهاتوها متقطع شرايح ورفيعة بالسم كده الجزار أو المحل هيقطعوها أحسن وأسهل بكتير من أنك تقطعوها في البيت هحط عليها مية بصلة كبيرة مفرومة معاها فصين طوم مفرومين ومعلقة صغيرة ملح نص معلقة صغيرة فلفل إسود معلقة صغيرة كمون معلقة صغيرة كزبرة معلقة كبيرة عصير لمون ومعلقة كبيرة خل وقلب المكونات دي كلها مع الكبدة كويس عشان تتشرب التدبيلة والمقادير اللي أنا قلتها دي على فكرة بتكفي نصف كيلو كبدة بعد ما قلبها كويس هسيبها في التلاجة نصف ساعة ساعة بالكتير قوي عشان لو في زفارة بس في الكبدة تروح والكبدة تشرب التدبيلة كويس هعمل بقى صاصة الكبدة اللي بتبقى مشهورة قوي في محلات الكبدة والمخ ولازم تتقدم مع اي وجبة هحط في حلة معلقة زيت او زبدة وانزل عليها بالبصل المفرومة اللي احنا خدنا الميتها للكبدة ومعاها فصين تهم مفرومين وهشوحهم نص دقيقة على النار هحط بعد كده نص كباية لسان عصفور متحمر أقلبه نص دقيقة برضو وانزل عليه بعد كده بعصير طمط ميتين متوسطين مضربين في الخلاط بشوية مية عشان يعملولي في الاخر حوالي كباية ونص لو عصير الطماطم كان عامل كمية أقل من كباية ونص زودوا نص كباية مية وهبهرهم بنفس البهارات ملح وفلفل وكمون وكزبرة وهزود عليهم بس معلقة صغيرة سبع بهارات واخر حاجة معلقة صلصة كبيرة وقلبها كويس جدا وغطيها واسبها على النار هادية لحد ما لسانا عصفور يستوي الموضوع مش هياخد تلت ساعة طبعا هما في المحلات بيلموا بواية الكبدة الصغيرة اللي متبقية في الزيت ويضفوها عشان تدي طعم زيادة هي بصراحة مش هتفرق قوي فلو انتو حابين ممكن تقطعوا قطع صغيرة كبدة واضفوها هنا تستوي مع الصلصة بعد سلت ساعة تقريبا الصلصة تسبكت وبيت بالشكل الجميل ده وخلاص كده صلصة الكبدة بيت جاهزة نقلي بقى الكبدة هجيب كباية ردة عليها كباية ديق وهرش عليها رشة بسيطة من الملح والكمون والكسبرة كده كده الكبدة عندي متبهارة اصلا هجيب الكبدة وصفيها وابدأ احطها في الردة زي البنية عادي جدا بس انا هنا هعملها مرة واحدة بس مفيش بيت او بقصمات او اي حاجة ايا من الميا بتاعة تدبيلة على الردة على الزيت على طول المهم اضغط عليها كويس عشان الكبدة كلها تبقى متغطية بطبقة الردة والردة بتتجاب عادي من عند اي عطار هضغط عليها ونفطها طنفتين عشان ينزل منها اي زيادات قبل مقليها والناس هنا بتختلف في المقادير في اللي بيخلي كمية الردة نفس كمية الديق وفي اللي بيخليها ضعفة كمية الديق ده في الكمية دي يعني لازم الردة تكون فتحة قوي وتاخدوا بالكو كمان اسناي القلي عشان خطر الردة بتتحرق بسرعة فطبعا الموضوع ده مش مضمون فالاحسن تعمله زي ما انا عملت هنا وتستخدمه كميات متساوية وفي حالة فيها زيت على ناره متوسطة هقاليها عادي جدا زي ما بقى للبنية بس خدوا بالكم النقطتين مهمين جدا اول حاجة الزيت ما يكونش مولعة عشان الكفر هيتحرق بسرعة جدا لو درجة حرارة الزيت عالية عشان دي ردة مش دقيق فلازم تبقى درجة حرارته متوسطة تاني حاجة الكبدة ما بتاخدش اكتر من دي او نص ديئتين بالكتير قوي على النار هي بتستوي فعلا في الوقت ده اكتر من كده الكبدة هتبدأ تشد وتجلد معاكو فاخدوا بالكم النقطتين دول كويس جدا وانتو بتقلوها وده شكلها اهو نفس لون الجهزة بالزبط لا هي اغمى ولا هي افتح ودي كمية الكبدة كلها عايز اقولكو ان كل ده كان 200 جرام جبدة بس وهي دي صلصة الكبدة واكيد طبعا اهم حاجة سلطة الطحينة قوامس صلصة تقيل وحلو وهي طعمها خفيف مش دسم بيكسر الطعم اثناء الاكل والكبدة زي ما قلتلكو لونها فاتح ودي حاجة كويسة جدا وعشان ما طولتش على النار فهي بتتقطع بسهولة جدا وطعمها مايفرقش اي حاجة عن بتاعت المحلات وبس كده دي كانت وصفة النهاردة شكرا جدا لكم للمتابعة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة سلام